8 ألف مبروك للنادي الأهل النهاردة ممكن نقول إن الشوط الأول أو المباراة انتهت من الشوط الأول بنتيجة 3 النادي الأهل شوفنا الشوط الثاني هادئ لكن النادي الأهل أو لعبته أدوا الغرض المطلوب النهاردة وهو 3 نقاط زي ما أنت قلت في بداية للستوديو التحليلي النهاردة بدربت البداية أو أول 3 نقاط مهمين للنادي الأهل علشان استكمال المشوار أكيد البداية كنتيجة طبعا أمر جيد أنت بتاخد 3 نقاط بتأكد أن انت موجود بشكل قوي المنافس للأمانة في المتناول هما فريق واضح أن هما عندهم حاجة بيحاولوا ينفزوها بس طبعا فيه فرق إمكانيات كبير مع النادي الأهل ولكن في نفس الوقت برضو قدروا يعني حتى الهدف الهدفين اللي هما جابوهم للأمانة هدفين تعسوهم من جمل يعني سواء الكرة تحركاتهم في الهدف الأول أو حتى في الهدف الثاني واضح أن هما بيحاولوا يعملوا شكل فده مؤشر أنه في المطش اللي هنلعبوا بقى هناك لسه يعني في الجولة الخمسة هيبقى موتعب شوي فالنهاردة مهم جدا تلات نقاط لكن الأهم أن احنا لازم أعتقد نركز على السلبيات أكتر بالإيجابيات لأن مع منافسين آخرين ممكن الأمور تبقى صعب لكن النهاردة من حاجات المهمة هي كهرباء كهرباء فكرة أنه سجل هدفين صنع هدف محاولات كتير على المرمى طبعا نتكلم اتنين يعني هو عمل محاولتين على المرمى بشكل سليم فيه أربع محاولات ما كانوش على المرمى بشكل صحيح ومنهم اتنين انفراط يعني كرة بس لو عمل وش رجله أو الأدم بتاع رجله بس عدل وشوية كده خاصة يا كرة هتبقى في المرمى فده تمام مؤشر يبني عليه كهرباء أفشا النهاردة واحد من نجوم المباراة أكتر لعيب لمس الكرة في الملعب وده هنا بيبين لك أهمية دور أفشا النهاردة هو كان حتى معانا أرقام كهرباء في المرمى يعني 76 دي سجل هدفين وصنع هدف محاولات صحيحة مرتين من ست محاولات لما سكرة 28 ده عدد كبير دقة تمرات 13 من 16 تمرات مفتاحية 3 تمرات فهي أرقام كهرباء الصراحة بتعكس أداءه الجيد النهاردة ولكن كمان زي كابتن قاله حاجة مهمة جدا طمع أن أنت تبقى طماع في المكسب طماع في رصيدك التهديفي نهاردة أنت جايب هدفين كان بمكن يبقى أربعة ده حاجة مختلفة تماما سوبر هاتريك بيجيب سوبر هاتريك في المباراة قرية بتفرق معاك الحاجات دي بتفرق كتير فأتمنى أن اللعيبة كلها تبتيت بص على المباراة دي خلاص خدنا الثلاث نوع بس نبص عليها نشوف إيه السلبيات خصويا في الناحية الدفاعية حتى في الناحية الهجومية بعض الأمور كان ممكن نكلم نهاردة نتيجة ممكن تبقى ستة سبعة ويعني بنشوف كل حتة في العالم نتيجة ستة سبعة دي في المنشطة دي كله بيدوس اللي بيعرف يدوس بيدوس يعني